بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب برايماري فور مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز مع مستر شريف الهواري ان شاء الله نهاردة ايو نادا نتكلم عن لسون نومبر ثري كنا نزلنا في القناة يونيت تو كونسبت نومبر ثري لسون ثري لسون ثري بيتكلم عن حاجة اسمها الميجورينج سبيد تعالوا بعد ما خلصنا الحصة اللي فاتت عرفنا انه سبيد وعرفنا الميجورينج يونيت بتاعتها اللي هي ميتر بر ساكند او كيلو ميتر بر اور عرفنا كمان ان احنا عشان نعرف ازاي نحسب الاسبيد يولدنا من كالكوليشن الاسبيد ومست نو ديستانس ان تايم وعرفنا ان الاسبيد اكوال ديستانس اوور تايم في الليسون ده احنا منتكلم بقى يعني براكتيكالي براكتيكال ميثود وميجور زا سبيد اوف بادي يعني ازاي بطريقة عملية نقيس سرعة بادي بيتحرك تعالوا بعد ما نبدأ الاسباريمنت كده نشوف السؤال ده هنا بيقول لك يعني هما العربية دي والشاحنة الكبيرة شوية دي بينزلوا على رامب رامب اللي هو مستوى ميل يعني بسرعتين مختلفتين موافع او انا مش موافع تقول لي ثانية كده يا مستر نبص كده اكيد الكار دي هتنزل اسرع لان المستوى ميل الاوي يعني بصوه عملي زي اولاد اما دي هتنزل يعني ابطأ شوية يبقى هل فعلا ديفرنت سبيدز ولا لا اه اكيد طبعا ديفرنت سبيدز باقول له ايه اقول له ييس طيب طيب يعني احنا عندنا مجموعة من الكرات الكرات دي مختلفة في الماسز بتاعته يعني عندي ريد بول وجرين ويالو وعندي بوكس وعندي ثري سنتيميتر رامب يعني مستوى ميل حوالي ثلاثين سنتي سنتيميتر اه عندي وعندي كمان وعندي اه طبعا ماسكينج تيب اللي هو شريط لاصق يعني طيب يالا نكمل ستيب ايه ستيب ايه ياولاد ستيب ايه سيت اب دي رامب از شون ان دا فجر يعني ثبت اللي الرامب دوت او المستوى الميل ده زي ما انتوا شايفين في الصورة كده نمبر 2 نمبر 2 ميجر وم ميتر فروم دا ايند اوف دا رامب ان ذا كيس يعني ايس مسافة واحد متر كده من نهاية الرامب دوت المستوى الميل دوت والمكان طبعا ان هتتتحرك فيه الكورة اه طبعا ان دي بلس ابيس اف ماسك تاب ان ذا فلور از فينش لاي يعني يا مستر حط بقى شريط لاصق كده وان ذا فلور عبر الارض از فينش لاي لاي هو خط النهاية يعني كأنك كده تعمل خط النهاية الاسباق نمبر 3 رول the three different balls جوان تريد داوين دا رامب يعني ارمي او نزل الكورات التلاتة اللي هم مختلفين في المستوى اه على الرامب دا ويزود بوشنج them one add time يعني من غير ما تزققهم لحاجة سيبوا منزلوا بالراحة كده براحية عمومة خالصة تمام كده وبعدين start stop watch as you release each ball يعني ابدأ ال stop watch وانت بترمي كل كرة هترمي الكرة الصفرة الاول اس الزمن بتاعها الدقيه اول ما الكرة توصل لخط النهاية الشريط اللاصق اللي انت حطه وقف طب وبعدين يا مستر انا ممكن اعملها في البيت اه ممكن اجيب شوية كتب كده واجيب كده مثلا اي اي قطعة خشبية عندنا في البيت او اي لوح كرتون وميله كده واجيب ثلاث كرات مختلفين في الماسس بتاعتهم وحط خط للنهاية هيكون ثابت عليهم كلهم يعني مسافة واحدة وانا بغير بقى مين يا ولاد بقى المراضي او مين اللي بتغير time تعال نشوف اي حصل يا ولاد هتسجل النتائج بتاعتك record the result in the following table وبعدين نشوف كده blue ball green ball red ball time in second هتلاقي ان blue ball ما لها تاخد 20 seconds green 25 seconds red خدت وقت 30 seconds بالعقل كده تفتكوا مين فيهم يا ولاد هتكون اسرع واحدة تقول لي يا مصر اكيد اسرع واحدة اللي خدت same distance in shorter time القورة اكيد اللي خدت المسافة دي نفسها في اقل وقت فاقل وقت فين اقل وقت هنا 20 seconds يا مصر اللي هي blue ball طب تعال نشوف ال observation متاعتي the blue ball which has the biggest mass هي عندها اكبر mass عشان تقيلة عشان هي تقيلة attracted fast طبعا انجازبت بسرعة للارض تمام and reach the finish line in 20 seconds so it has the fastest طبعا نسبية اكبر سرعة لي يا مصر عشان هي اخدت shorter time اقصر وقت انت بتسابق انت وزميلك وبعدين انت خلصت او وصلت للنهاية في وقت البنت اللي كسبين انت السريع نكمل the red ball which has the smallest mass اللي هي اصغر كورة بعد كورة خفيفة اللي هي red travel in the same distance in the طبعا 30 seconds او في 30 ثانية so it has slowest speed عندها اقل سرعة او ابطأ سرعة ليه because it has longer time خدت وقت اطول طيب ال green بقى طبعا has medium mass الماس بتاعتها medium travel the same distance in 25 seconds so it has medium speed طب في النهاية ايه مصر الكونكولوجن بتاعي استنتق من كده ايه the speed of each ball depends on the mass النقطة مهمة يا ولاد ممكن تجيلي في choose of complete ان ال speed بتعتمد على المس of this a ball تعتمد على المس بتاعته طيب the speed of the ball can change it ممكن تتغير by changing the height of the ramp or the ramp surface smooth or rough لا يعني فهمنا ديه مصر كامل راحة يعني انت كمان ممكن تتحكم في سرعة الكرات اللي بتقعها ديه ولاد واللي انت تتغير the height of the ramp يعني ايه يعني انت كنت هنا مثبت the height بتاع الرامب ده يعني ارتفاع بتاع المستوى الميل ده طيب ايه رايك لو انت زودت كتابين ثلاثة كمان هتقولي يا مستر ده هتزحلق القرى هتزحلق اسرع شفت بقى يبقى انت بتتحكم في سرعة الكرات يا ولاد by changing the height of ramp يعني بتغيير ارتفاع الرامب او ايه كمان يعني بصوك ده مثلا في الصورة اللي تحت خلص هل هنا الرامب مرتفع قوي لا بالعكس هنا الكرة مش هتنزل بصورة كل بقى ما تعلي الكتب بتاعتك كل ما تزود height of ramp كل ما ال speed of balls مالها increase طبعا طب الحاجة التانية اللي هي يا ولاد the surface of ramp يعني هل هو smooth ولا rough هانت جايب سطح خشن تمشي علي الكرة ولا سطح ناعم اكيد طبعا هتفرق صح كده يبقى تعالوا نرها تاني كما مع بعض the speed of ball can change by changing the height of the ramp ادي اول واحدة لو جايلي في choose of complete or correct بغير the height of the ramp طبعا دي كده صح or the ramp surface smooth or rough اللي رب نكون فهمناها تعوا يحل السؤال الاول وانتوا السؤالين التانيين كان عادة زي ما احنا متعودين the speed of balls differ according to their masses سرعة الكرات مختلفة على حسب الماسس بتاعتها طبعا يا مستر صح احنا لسه اقلين الكرة الزرقى عشان تقيلة الماسس بتاعتها اكبر فنزلت اسرع واخد 20 seconds بس لبقى دي طبعا right number two and three اولاد تحلوها انتو نشوف number two كده the speed of the blue ball and the red ball different even طبعا though the ramp and the distance stay as the same حتى لو الرamp والمسافة اللي هو الميل بتاع المستوى المالي اولاد يعني والمسافة هيد الفضل الزمائي اعكيد سرعته ما تكون مختلفة ما انت اكيد لازم تثبت المسافة وتثبت المستوى المالي بتاعك ارتفاعه وتشوف بقى هل سرعته مختلفة الا مش مختلفة هما الماسس مختلفة فاركز if the height of the ramp decrease the speed of the ball will decrease لو ارتفاع الرام بقل يعني شلت الكتب خليت كتاب واحد بس المحطوط the speed of the ball will decrease يعني زي الصور دي كده اولاد لو the height L الصورة الاخيرة اللي تحت دي لو the height L الصورة بتاع تبكرها هتقل ولو the height Z بصوا كده بصوا شوف the height لو Z هيحصل لها ايه يبقى اكيد دي كده ايه اولاد اكيد ان شاء الله تجاوبوا الاجابات بتاعتكم كده خلصنا lesson three وعرفنا how we can measure the speed of the body practically يعني بصورة عملية او بطريقة عملية تقدر تعملها انت في البيت اه كل التوفير ليكم ان ننتظر lesson four ان شاء الله يا ولاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنطورة سنطورة